يعقد البرلمان الإسرائيلي الكنسة تصويتاً نهائياً الأسبوع المقبل على مشروع قانون تسبب في جدل واسع النطاق ومن شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا القانون المقترح قدمه ائتلاف أقصى اليمين الحاكم بزعمة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وتسبب في خروج احتجاجات حاشدة وأثار قلق حلفاء إسرائيل هذا وتصعدت وطيرة الاحتجاجات المعارضة لتعديلات القضائية المقترحة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بحسب ما ذكره الضابط المتقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي عساف أجمون لوكالة رويترز فإن 161 ضابط احتياط بسلاح الجو تعهدوا بعدم الذهاب إلى عملهم وقد أختروا الجيش بقرارهم خلال الأيام الثلاثة الماضية ويتوقع أن ينشروا اليوم بيانا مشتركا كما هدد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء في إطار الاحتجاج بحسب الجانرال أجمون فإن هذا الاحتجاج العسكري هو الاحتجاج الأكثر تأثيرا حتى الآن ويعد ضربة قوية لجهزية القوات الجوية لأن ضباط الاحتياط المحتجين يديرون عمليات القوات الجوية من مقر القيادة بعضهم طيارون أو ملحون كما يشاركون في العمليات القتالية بانتظام من القدس ينضم إلينا المحل الأسياسي يونيب بن مناحم إذن أبدأ معك من مدى خشية إسرائيل أن يتسلل الإضراب إلى وزارة الدفاع خاصة سلاح الجو الإسرائيلي حينما يقول أحد ضباط الاحتياط وهو عميد سابق في سلاح الجو أنه لو كان استودعيا لغارة فجر اليوم في سوريا لما كان سيشارك بها ما الذي يعني ذلك؟ بالطبع هذا شيء مكلك جدا ولكن حسب تقديرات قيادة الجيش الإسرائيلي إسرائيل لم تسل حتى الأحمر لسا ولذلك هذه الظاهرة هي خطيرة ولكن حتى إذا فعلا سيتم تنفيذ ذلك إسرائيل ليس في خطر في هذه المحلة والتقديرات في الجيش هي بأن بعد سن القانون الجديد في بداية الأسبوع المقبل ستكون هناك فترة عطلة صيفية للبرلمان ولم يتم سن أي قانون جديد لفترة شهرين أو ثلاثة وفي هذه الفترة سيتم احتواء الموقف ونتانياو رئيس الوزراء كما وعد الرئيس الأمريكي بايدن سيباشر بالمفاوضات من جديد مع المعارضة بهدف الحصول على حل وسط صحيح الضغط الأمريكي كان بضرورة التوصل إلى تفاهم مع المعارضة وعدم إقرار الخطة من جانب واحد ولكن ما المؤشرات على الأرض التي تقول بأن نتانياو أو اليمين سيستجبون لهذا الضغط ليس هناك ضمانات هذه عالم السياسة لا يوجد ضمانات ولكن نتانياو يعلم تماما بأنه لن يذهب إلى الولايات المتحدة لقاء الرئيس بايدن دون التنفيذ ما وعد به ونتانياو يريد عنده غربة كبيرة بزيارة البيت الأبيض والالتقام مع بايدن في هناك أمور حساسة مهمة جدا لأمن إسرائيل ولذلك علي أن يكرر ماذا يريد أن يفعله عندما عطى وعد لبايدن هو موجود الآن في مأزاك وعلي أن ينفذ ما وعد به هناك وجهة نظر تقول بأنه احتمالية افتعال أزمة أمنية على الحدود الإسرائيلية تصب في مصلحة نتانياو وحكومته هل تتفق مع وجهة النظر هذه؟ بالتأكيد لا هذا كل من يعلم الخريطة السياسية في إسرائيل ويعلم قيادة الحكومة والدولة يعلم بأن الشاي الوحيد الذي يكراه نتانياو هو المرامرات العسكرية ونتانياو لن يدخل في أي مرامر عسكرية على الحدود الشمالية ليس مع السوريا أو مع حزب الله في لبنان بالعكس هو يريد تعدي الأوضاع وكبل يومين كان هناك اجتمال قائد المنطقة الشمالية مع رؤساء المستوطنات وهو وعد بالسورة واضحة جدا بأنه ليس هناك أي احتمال لتسعيد من ناحية إسرائيل إذن لماذا ترك الاحتجاجات والتظاهرات أن تصل إلى هذا الحد دون مؤشرات أو نية ظهرت لدى نتانياو لحتوائها؟ نتانياو موجود في مأذك داخلي وموجود في الآله دارت من العناصر المتطرفة في الحكومة اليمينية من وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن الداخلي بنكفير ودارت هو كبير جدا لأنه اليمين أصلا ينهزم ويحاول نتانياو منذ ستة شهور تمرير الإصلاحات القضائية في البرلمان ولم ينجح بسبب الاحتجاجات الشعبية والمعارضة ولذلك هو يريد إنجازا صغيرا أصلا القانون هذا قانون العدم المعقولية هو ليس إنجاز كبير هو إنجاز صغير جدا هو فقط جوز صغير من الإصلاحات القضائية ولكن هذا مهم جدا لنتانياو أن يحصل عليه لكي يكون هناك هدوء من كبل العناصر المتطرفة في الحكومة كان هناك قراءة لهذا القانون المثير للجدل وسيكون هناك قراءة ثانية وثالثة أيضا نهاية هذا الشهر يعني بعد أيام قليلة هل برأيك يمضي نتانياو قدما دون أن يعير انتباه لهذا الحجم الذي وصل إليه الإضراب إلى أن يصل إلى سلاح الجو الإسرائيلي إلى وزارة الدفاع نفسها أنا أعتقد بأن في هناك على فكرة في هناك مشاورات من وراء الكواليس بين نتانياو والمعارضة للحصول على حال وسط كبل الكراءة الثانية والكراءة الثالثة ولكن بأي حالة من نحوال عندما قال نتانياو لرئيس بايدن بأنه سيمرر هذا القانون ومن ثم سيتفاوض مع المعارضة هذا يدول بأنه ينوي المصادقة على هذا القانون بأي ثمن ولذلك أنا أعتقد بأنه خلال أيام ستوافق الكنيسة لدى نتانياو الأغلبية في البرلمان وهي ستصادق على القانون الجديد لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر